شحلة تضامنية جديدة من قبل أفراد جاليتنا بالخارج 24 طن من المعدات والتجهيزات الطبية ستوجه إلى 6 مستشفيات عبر الوطن إلى جانب تجهيز وحدة كاملة لمكافحة كوفيد-19 بقضاة استيعاب 85 السرير بعين البنيان ستدشن يوم الخميس القادم قدرنا في ظرف وجيز جدا أنها تكون جاهزة ورح نشوفوا معنا إن شاء الله يوم الخميس هذه الوحدة اللي رح تكون رح نعتبرها وحدة مجتمع المدني تثمين لدور المجتمع المدني طيلة هذا الوباء في مكافحة الوباء هذه الوحدة هي وحدة طبية في مقر السلطة الوطنية المستقلة الجديد ومبادرتين من المجتمع المدني المهيكل داخل السلطة لأن هذه المؤسسات اللي رح تقوم بهذا العمل هذا هم ممثلين السلطة الوطنية المستقلة في الخارج كما سيكون للطاقم الطبي الوافد زيارات ميدانية ودورات تكوينية عبر الوطن والتركيز سيكون على مرضى السلطان سوف نشرع ابتداء من الغد في زيارتنا لبعض مستشفيات الوطن انطلاقا من سقهراص وقلمة ولقد جلبنا معدات وتجهيزات طبية موجهة إلى خمس أو ست مستشفيات ونحن كمجتمع المدني ساهمنا بجزء بسيط ما قدمته مؤسسات الدولة وما قدمته الجمعيات الناشطة في هذا المجال وهو دليل على خلق جسور محبة بين أفراد الجالية وأفراد الوطن هو استمرار للعمليات التضامنية ومد الجسور بين أفراد الوطن والجالية بالخارج